وصفة دياي البيك المطعم المشهور في السعودية عندي كيل ونص من سدور الدياي منطفتها ومقسلتها نقطعهم بشكل مستطيل بقدر المستطاعة لأنهم يقدمونها بهذا الشكل ونسوي فيها فتحات بالشوكة التتبيلة كوب ونص من اللبن وملعقة كبيرة من بشر الليمون وأربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من اللبهارات اللي راح أذكرها داحت الفيديو وأقولها لكم بابريكا ثوم بودرة بصل بودرة ملح فلفل أحمر حار بودرة وزنجبيل بودرة هذه كلها نخلطها ونحط عليها ملعقة كبيرة من صلصة السراش الحارة نخلط كل هالمكونات ونتبل فيها سدور الدياي يفضل أخليها قبلها بليلة تابون شمساعة نفس اللبهارات اللي ذكرتها راح أخلطها مع النطحين تكون تغطية فلفل أسود راح أخلطها مع البيض مع الحليب ربع كوب حليب تقريبا هذه تغطية وبقصمات الحين شدي التغطيات جاهزة عندي الطحين أول شيء بعدين البيض بعدين البقصمات أفضل أقب هل عملية أني أخليه بالثلاجة على الأقل ساعة الصلصة ثلث كوب كتشب، ملعقتين كبار مايونيز، ملعقة كبيرة من عصير ليمون، رشة ملح، رشة بصال بودرة، وملعقة كبيرة من صلصة السراشة عجيبة هالصلصة نحمر ستور الدياي ونقدمها مع الصلصة ما تتصورون شون طلعت ديايا ترفى ولذيذة جربوها راح تعجبكم ملعقتين .